حكم من أكل وهو يظن أن الفجر لم يؤذن له بعد أو ظن أن المغرب قد أذن له الحكم في ذلك عليه القضاء ولا كفارة عليه ويمسك بقية يومه وإن كان مفطرا وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لزمها الإمساك لأن الطهر من الحيض لو كان موجودا في أول النهار لزم الصوم معه دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشراء إلى أهل العوال فقال من أكل منكم فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم